قلق كبير أثارته الفنانة السعودية المقيمة في الإمارات أسيل عمران نتيجة الوعكة الصحية التي تعانيها وظهرت الفنانة السعودية في فيديو نشرته عبر خاصية السور على انستغرام روت من خلاله تفاصيل معاناتها مع المرض خلال هذه الفترة وقالت عمران في الفيديو الذي نشرته إن المرض حرمها رؤية أهلها حتى لا تتسبب في إصابتهم إضافة إلى ألامها التي تعانيها وأشارت أسيل عمران إلى أنه على الرغم من كل هذه المعانات فأنها ذهبت لزيارة عائلتها وعلاقت قائلة أتيت لكي أرى أهلي من بعيد لبعيد بسبب ارتباطي وارتباطهم بالسفارة وحول حقيقة إصابتها بالفيروس المستجد قالت الفنانة السعودية أنها عانت ارتفاعا في درجة حرارتها فظنت أنها أصيبت بالفيروس وأوضحت أنها قامت بإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من حقيقة إصابتها قبل أن تكتشف أنها مجرد إنفلونزا عادية كما نشرت أسيل عمران صورة عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي على إنستجرام صورة لفتاة تعاني من البرد وبجوارها مجموعة من الأدوية وعلقت عليها قائلة شرفتنا الإنفلونزا بالوقت الغلط انسيناها مع الكورونا رواد مواقع التواصل الاجتماعي انقسمت أراؤهم منهم من تعاطف مع أسيل ومنهم من اعتبر كلامها سخيف لسيما أنها تعاني من إنفلونزا عادية فيما ألاف الأشخاص يعانون من أمراض خطيرة وقد أشار النشطون إلى أن أسيل تحاول لفتاة انتباه طليقها بهذه الطريقة وتستعطفه في محاولة منها للتقرب منه من جديد بعد انفصالها عنه ويذكر أن النجمة السعودية كانت قادة تخذت قرارها بالانفصال عندما شعرت بأنها لم تعد تستطيع التحمل حيث قالت زمان كنت أفكر في تفاصيل في علاقتنا وأقول واو أسيل برافو أنك تحملتيها سواء من طرفه أو من طرفي خليني أكون واقعية أنه كمان هو تحمل الحين نسيت كل التفاصيل ولا أذكرها يمكن لأن الموضوع خالص صار صفحة وانتهت وهو ارتبط وأنا كملت في حياتي وكل واحد راح للطريق اللي يتمنعه مع هذا الموضوع يا نيلي وانسيت مواجف مرانة فيها اشتركوا في القناة